السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يتكتر عمين ايه يا رب وكنوا بخير وكنوا سنة قولة سنة خفيفة عليكم والمديول الاول عموما انزم عليكم وانرما مضوح من فرقة الخمسة ان شاء الله هشرح معيكم قبل ان نبدأ عايزة فكركم قولوا تعالى اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم وكل اعماله في سير الله وعمل لكم ورسوله ومن صدق الله العظيم احنا نتكلم نبدأ عن ايه عن مراجعة بنبهتاني نجي مراجعة مش محاضرة المحاضرة عايزة تفهم بالروحة وموضوع مفصل ارجع المحاضرة مش الريفجن الريفجن بقى احنا نتكلم عن النوم بيرس الورغانين النوم بيرس الورغانين دي دي العضيات الموجودة جواء الخلية ايه الخلية الخلية دي اصغر جزء عندنا في جسمنا من بعض النسيق ومش عارف ايه والكلام اللي قناها في سنوية ده المهم احنا قصلا عندنا علم كبير اسم علم السيطولوج علم السيطولوج ده هو المهتم بدراسة الخلية فهو علم دراسة الخلية قعدوا بقى يدرسوا في الخلية دي وعايدين يعرفوا ايه اما بوظيفتها دي ازاي يعني ايه اصلي ربنا ما خلقش اي حاجة منهاش لازم فربنا مثلا خلق اللي لسان عشان اتكلم بيه خلقني رجل عش عارفت امشي بيها فاكيد الخلية اللي قدرت تقوم بوظيفة ماء جوها مكونات ماء ساعدتها على قيم بوظيفتها يعني ايه يعني الخلية عايزة اصنع بروتين ربنا يروح ارزقها بمصنع بروتين خلية خلية عايزة جسم هيكالي هيكل يحفظ على شكلها يقوم ارزقها بهيكل خلية عايزة طاقة يقوم يرزقها بالاتبي والمكونات بتاعت الطاقة خلية عايزة تنفس ربنا ارزقها بالميتوكوندريا وكذا يا وحاجات كتير من كده يعني فعشان كده هم اهتموا بدرسة الخلية ولما فتحوا الخلية وقعدوا يشوفوا مقوناتها والكلوز اللي فيها لقوها ان هي بتكوها ان شبه جسم الانسان بالظبط يعني ايه انا عندي غلاف بي قطني من بر 있어 اللي هو الجلد بتاعي هيعندها غلاف اسمه بلازمة من بريد انا عندي مركز لجسمي اللي هو القلب ولمخه المهمين جدا لحياتي هيعندها النواي هيي انا عندي جهاز تنفسي هيعندها الميتوكوندريا انا عندي اي تاني انا عندي هيكل عظمي وعضلات هيعندها السيتسكريتون جهاز الهيكالي بتاعها انا عندي بروتينات في الجسم وعندي دهون وعندي صبغات لون جسمي لو صبغة هي عندها برضو حاجة اسمها انكلوجن انكلوجن دي حاجات قرحية اللي هي البروتين والدهون والحاجات دي تمام فاحنا بقى وحنا مندور قعد يدوروا جواها لقول ان هي بتكاون من اعضاء اكنها كائن حية اكنها انسان فعشان كده رحوا قالوا ايه هي بتكاون من اعضاء وعندها عضو زي ما انا عندي عضو فاسمي الاعضاء بتاعتها عضو بس لاقوا هي صغيرة قوي فراح ومصغرين كلمة عضو لكلمة عضي عضي دى تصغيركم ما تعدو وبالانجش منء الارجان عضو يعني ارجان الارجانيلس وارجانوية دي جمع ارجانيلس تهم واحدة فيهم جامعة واحدة فيهم مفرد صراحة مش عارفون من فيهم الجامعة من فيهم مفرد بس تمام يعني واحدة فيهم بس الاتنين معناهم عضي وعضيات تمام وهم بقى بيشوفوا العضيات دي لقوا جزء مغلف بغلايف وجزء مش مغلف فارحوا مسمين المغلف ممبرينس والمش مغلف نام ممبرينس نحن نتكلم عن نام ممبرينس مهم جدا تعرف كل أرجانيز هو سواء كان ممبرينس أو نام ممبرينس فعشان نساكمناهم في كلمة صمر عارفين صمر يعني سف فإحنا في الصف مش بنتغطى فصمر مش بتتغطى صمر ايه مش بتتغطى كلمة صمر ما يجينا نكتبها صراحا ما كتبناها بالإنجلش يعني عشان مش ناكت الكلمة بتاعتكد النام بالعربي وحطيني حرفها بالإنجلش اللي هو AC وMR السي تلات حاجات بس في عندنا كلمة زيادة اسمها فلاجلة وسيلية وفلاجلة يعني يعتبروا حاجة واحدة باختلافات بسيطة يبقى ايه هما ننمي بالنجلس عشان ممكن يجي لك سؤال سمر مش بتتغطى هنمضي لسكل واحد منه مع السريع عشان دي ايه اول حاجة معنا الريبسوم الريبسوم ده عبارة عن تركيبه من ايه تحت واحدة كبيرة وتحت واحدة صغيرة ويبقى الريبسوم ده تركيبه طيب ما كان انا عايزة عارف ايه عايزة عارف الصيط والأورجين والطيب والإل إيم والإيم والفنكترون الصيب بتاعه ما كانوا فين موجود في كل الخلايا اللي بصنع بروتين ليه عشان هو مصنع لتصنع بروتين الريبسوم طالي بصنع بروتين فأكيد اي خلية عايزة بروتين ربنا يزدوها بيه طيب ايه في خلايا مش محتاجة بروتين بالتصنع بروتين الماتور وليزبب من دول الريبسوم مش فيهم الريبسوم طيب بيتكون زي آلة كسيدة هو بيتكون ده اللاول وحنا قلنا هو بيتكون من تحت واحدة جبيل وتحت واحدة صغير التحت الصبيونة الوحدة دي بتتكون من و given continually WRNA زي MICHAEL عايزة بنcorي ثلاث حاجات MRNA و T RN و هو بيكون من أني فيهم من VRNA شوية بروتينات معي شوية بروتينات معي مجود جوة النوايا البروتينات ببرا هنا تقلط عن طريق السقوب التجمع ما يتكون تحت واحده كبير وتحت واحده صغير بس وكل واحده يخرج لوحده عشان مش عايزهم يشتغلوا دلوقتي يعني ايه الريبسهم عشان يشتغل لازم يكون في الاكتف فورم بتاعه هو شكله الطبيعي اللي هما الاثنين مع بعض وبيمر في وسطهم الامرن ايه طب هو مش عايز يشتغل يبقى كل واحده تفضل سنجل دي سنجل لوحده ودي سنجل لوحده عايز يشتغل يروح من الجامعين مع بعض تمام وده اللي هيدخلنا العنوان تاني اسمه طيبس انواعه تمام احنا عندنا نوعين اسمين نوع اسمه free ونوع اسمه attached ايه ال attached ده ده اللي نتخلطوه المحوضة ريفاتة ال attached ال RER ال rough endoblasmic reticulum ده بيتصل بيها الربسومني عشان هو محتاج يعدل البرتنات اللي صنعها يعني ايه بصت ايدي هي التأسيمة الأسية متأسامة على حسب مكانه وعلى حسب وظيفته يعني ايه احنا عندنا نوع في ريه نوع ال attached ده النوع ال attached ده ده بيصنع برتينات محتاجة تقرج بره الخلية فعشان نخرجها لازم ان اعدلها الاول فلازم ان تمر بال RER عشان كده راح قعد على RER يعني ايه يعني هو في الاول كان بيصنع برتينات عادية بس حس ان هو هيخرجها بره فانها لازم يعدلها راح إلى المكان يعدل ال THE BRI passions ال الا هيعدل البرتنات ان przeضع الدراف البر التينات بيصنع برتينات محتاجها نفس الخلية مش محتاجة عادالها في 한다 هيبنص بالس اليتولازم كده النوع مششغال ته النوع ال مششغال ده نوع single كل واحد الده ال واحدة ان هو اكتف انما متجمع مع بعض ده شغال واكتف ويصنع بورتي ده اختصار لكل الحاجات ده الشكل الفري قلنا زي ما قلنا كده ناوي سنجل سنجل ده وبيوين اكتف او متجمع مع بعضه فنسميه بولي زوم الجمعين بولي يعني بضع يعني عدد مش عارفة البضع ده من تدى التسعة او مش عارفة المهم من العدد بتاعه كام اي ان كان العدد مش هيفرق بضع دي باتكلم عن عناب العربة ما عارفش بالانجلش هنا لها عدد معين ولا سمام اي مهم وزوم دي يعني جسم المهم يعني تجمعات ليهم الجمعين مع بعض اا بيوربطهم شوريز الامة ر ايه ولدي الاكتف فور زي اللي موجودة في الريتيك الوصاعد بتاعت البلاء احن اكي خلايا الريتيك الوصاعد دي موجودة في الدم دي الاساس لتكوين يعني ايه البلاء السيلز خلاء الدم تعم دي خلايا ليسه تصنع هي خلايا بدايقيه ليسه عايزة تتصنعها فمحتاج هي بروتين عشان كده هي محتاجة بروتيين طب المتير روجة لأ دي دي الفرم النهائية مش محتاج اصنع حاجة تانية بعدها. فعشان كده اما الاربسيز مش محتاجة الماتيور الماتيور الاربسيز مش محتاجة ريبسوم. انما الريسيكريسيت لأ لسه محتاجة ريبسوم. تعام? لو بطقوا بكلام بسرعة ولا ايه? ابطق شوية صحيح? اعم كلام نفسي صحيح? مهم هجمع هجمع. هحاول اهد الرتم عشان تستوعب. اه الاتاتش دي ريبسوم اهي دي بماتاتش دي دي اللي بصنع البرتنات اللي هتحتاجها تخرج بره الخلاقية. تمام? ده شكلها على الرف في المصطلح المهم تعرفوه عشان ممكن مثلا يجي لكم مصطلح ده يقول لكم ديفاين اعرف المعنى ده. المايكروزوم يعني ايه? هي قطعة. هي قطعة الاري ار اللي على الريبسوم. دي النقط اللي على دي الرابسومات. لما ياخد دي دي قطعة. لما ياخد دي دي كطعة. لما ياخد دي دي كطعة. هو عبارة عن قطعة الريبسومات معها جزء من اي ار. اه. اه. لما قعدوا بعيدا يدخلوا جوري بصومات قوي لقوا ان جواها اماكن بتقف فيها الري اي اي اي. اي 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 ده? اي 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 ده? للي جاي بالامينو اسد جاي بالاحمات الامينية. علشان تدخل جوري بصوم والصنع البرتنات. لية? البروتين ده عبارة عن كزا امينو اسد مرتبط ببعض بربطه ببتدية. كزا امينو اسد المرتبط برابطة دي. طب بشكل عشوائي لا عن طريق الشفرات الكود بتاع الامرنية بيعرف كل واحدة لها شفرتها كل اماين اصل للشفرة بتاعته. بس لما بتيجي تقوم بجوارة بصمش بتقف في مكان عشوائي ده بتقف في طابور. يعني ايه? يعني ده مكان دخلها. وبعد كده ده المكان اللي تقف الشكل فيه. وبعد كده ده مكان خروجها. مكان دخل الامرنية اسمنا باسمه. نسبة ليه? حرف الاي اي اماين اسم. المكان خروج خروج يعني ايه يعني خروج. اللي في النص ده المكان اللي بيقف يكوم في الربطة اللي بيبتدية عشان يصنع البروتين. نسميه بي نسبة اللي بيبتايا. هناك في النص اسمه بي بيبتايا. ده ماسك التي agrade files اللي بيكون الربطة اللي بيبتدية الحالية. تنا تعا数ين الي من الايني جيه طبعا مضارع مستمر الي هو بيحصل في الوقت الحالي. اللي هي بتكبر دلوقتي. الربطة اللي بيبتدية بتتكون دلوقتي تمام? الا نسبة للا امايون اسد ده الشاي الي جاي بين امايون اسد اللي عليه الدور النيكست امايون اسد اللي هو الامايون اسد اللي عليه الدور تمام? الاي ده مكانża خروج الدشارج بتاع هيخرج لوحده بقى آآ ساب الامايون اسد وخرج تمام? آآ انا كده كلامESب على الش coworkers وكلامESبا على tyb وودقائقة في كل تا kalau i Gordon F1. النت kannal mcbj و000. المكولاتبت التifying جدا. اه وبتبقى بيزوفيليا. ليه بيزوفيليا? بيزوفيليا يعني بتحب القعدة. ليه بتحب القعدة? علشانها فيها حمض. هي مش احنا قلنا انها بتتكوى من ارس مو الارين ايه وبروتين. طيب الارين ايه ده مش حمض. والحمض دوت لما بيجي الصبغ بصبغة القاعدية عشان هو بيحب القعدة. بيحب اللي عكسه. فعشان كده هو بيزوفيليك. طيب احنا عنديها نوعين من رأس حميات. الاتنين بيبينوا بنفس الشكل? هل الاتنين بيبينوا بنفس الشكل? لا. ليه عشانان عندي نوع متصل بالرفق البرازمون الكروتوكلم ونوع فري عندي نوع تاتشد ونوع فري تام? طيب ونوع كمان موجود اللي هو الاكتف تام? طيب هنشوفهم ازاي? النوع التاتشد انا عارفة مكانه عارفة حديده. اللوكالايزد. ده محدد قدرة حديده هي الرفق البرازمون كده على الانوقت فانا عارفة حدد مكانه التغذية سيقوم بفرد كميسي كميسي الخلايا التي تحب بعض الانسلين سيقوم بفرد كميسي أعطي الانسلين تصنع الأطاقة هل الريبسوم و التقتل بقى؟ نسجرانيوز موجودة في الخلايا العصبية المنتشر في خلايا الغابة الخلايا الموجودة في الخلايا الخلايا التي تجبر في الوقت الحالي كما أريدelly الأمر لنفسي فان الريبسوميات الموجودة منتشر داخلها وليس أحتاجها لتعدل ذا مني وعلي فهي موجودة في الخلايا اللي بتكبر في الوقت الحالي اي خلايا محتاجة بروتين بس بشرط البروتين ده اللي موجود جواي مش يغرق بروية طب شكلها تحت الالكترون دينس سفيريكل او البزويدل يعني انها اسويت بتمتص الالكترونيات وين ده الشكل بتاع سفيريكل حلزوني او مش عارفة سفيريكل ده الشكل بتاعها غالبا ده بيبقى الشكل بنظرها يعني مش حالزوني او البزويدل اشكالهم يعني تمام ممكن تكون فري طبعا ممكن تكون ايه اتتشت وظيفتها بقى قلنا مليون مرة هو تصنيع البروتين الفري الفري اللي بصومات الموجودة في قلب السايتولازن دي بصنع البروتات المحتاجة نفس الخلايا اللي بتكبر في الوقت الحالي خلايا عايزة تكبر فمحتاجة بروتينات ليها او خلايا بتنقسم تمام زي ايه زي الهيموجلوبين هل الهيموجلوبين ده بروتين؟ هل الهيموجلوبين ده محتاج يطلع برا خلية ؟ الاربوسيز خلايا اكبارة الدم الحمره يصنع عن الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده بيسبقها بلون لحمه هل الصبقة بتاعيتها محتاجة تكبرك برا؟ لا الهيموجلوبين ده بروتين بيصنع بالفري ري بصوم بس هنا عندي سؤال مش انتي قلت من الاربوسيز مش محتاجة اصلا رايب وصمات لافري ولا اتاتشد انا قلت الماتيور الاربوسيز اللي هي النطقة اللي تكونت وكونت الهيموجلوبين خلاص انما دي دي مش متيور اللي لسه بحتاجة تكون هيموجلوبين دي لسه مش متيور لسه محتاجة تكون مش متيور دي يعني مش نطقة كفاية مش كبيرة كفاية لسه عايزة تجبر لسه جروين نوع التاني بتصنع برطينات تتفرز زي ايه زي البانكرياس اس نرساز اللي هي بتطلع الانسولين زي انترسيري السوريج بتاع اللي الزوم بيحتاجه برطينات معينة برطينات محتاجة تتعدل مع انه جوه الخلية بس محتاج برطينات معينة خليوا لكم الجملة دي تعم وبرضو السلم امبيريل السلم امبيريل علشان الاربوسيز تخرج له محتاجها مسافة محتاجة وقت او محتاجها تتعدل فبرضو البروتينيات اللي في سلميمبرين بيتتصنع بالاتاتشد وبعد ثلاثة حاجات بيتصنع بالاتاتشد بين كراتيك أسنرسلس السلميمبرين والليسوزو كده أنا خلصت الريبوسوم هنراجع عليه بالأسئلة انتم عارفين دي مراقعة فمش هنطور الريبوسوم موجود في كل الخلايا؟ لا مش موجود في خليتين اللي مش محتاجة بروتين وصفت وتصنيع بروتين الريبوسوم بيبان إزينو فيلك إزينو يعني سبغة حمدية فيلك يعني يحب هل هو بيحب اسفغة الحمدية؟ لا هو بيحب اسفغة القاعدية الريبوسوم مسؤولة عن استكريتد بروتين الريبوسوم المتصب هو اللي بيصنع البروتين يصنع استكريتد يعني بروتين لايتفرز أون دي الإجابات إنا كده خلصت الريبوسوم هندخل بعد كيها الريبوسوم نحن نأخذ الميكرو تيبيولز و الفيلمنت أول حاجة هي الميكرو تيبيولز سأعرف مكانها في شكلها تحت ال L M و E M و Fungction ده شكلها هي تكون من أجزاء صغيرة جدا أصغر جزء فيها عبارة عن دايمر دايمر يعني سنائي هنسميه تيوبليم من اسمها يسميه تيوبليم فجزء أصغر جزء منها هي سنامي تيوبليم هو حاجتين المنتصمين ببعض فمنسميه تيوبليم دايمر يقوم بمرصوص جمع بعض بعد كده هيكون خط طويل كده لما نقعد نرصصهم هنسميه بروتو فيلمنت البروتو فيلمنت هنجيب 13 واحد ونرصصهم على شكل دايرة ده هم واحدين تادي هتعدمت وهم 13 مرصصين على شكل دايرة فلما ترصتوا على شكل دايرة دايرة كوانوا أنبوبة أنبوبة يعني تيوب وعشانها صغيرة فهنسميها تيوبليم تيوبليم تيوبلي تصغير أنبوبة لها تجويف ولها حائط وكده موجودة في كل الخلية خاصة الخلايا اللي محتاجة ستيفنس محتاجة صلوبة محتاجة تحفظ على شكلها لأنه يحفظ على الشكل محتاجة تتحرك زي الخلايا بتاعت البابلاتد صوايح الدم والسيليا والفلاجيلة وين ميتوتكس بنتل شكلها تحت الميكروسكوب اللي ام الاول هبانى عن شكل فيلمنت باشوفها بنوع معين من الستين اسمها اميون فلورسينت تكنيك يوزنج انتيبودي اجلس تيوبليم تنع معين من السبغة او من نوع من اللي انا اشوف بيه الحاجة تحت الميكروسكوب اتشرح بالتفصيل في المحاضرة فمش هنطول عليه في الرفيجن ده نوع واحفظوه بقى كده او ارجعوه في المحاضرة او لو انتوا اصلا فاهمينه من محاضرة الميكروسكوب شكله تحت الميكروسكوب انا هشوف الاول بشكل طولي وبكتاع عرضي يعني ايه هشوف الاول شكل طولي كده انت طولي ده طولي او هشوفه بشكل عرضي فهيظهر لي داير لو بشكل عرضي هيظهر لي بالشكل دا لو بشكل طول هيظهر لي بالشكل دا تعم فبالشكل الطولي زي ما احنا شايفين كده شكله ايه طويل مستقيم ما فيوش تعريج يعني ما فيوش ميلان لا ده هو طويل كده زي ما انت شايفين طويل كده يعني مش طالع منه فراعات يعني هو شكله خط كده مش طالع منه كده لا ده مش هيحصل يعني اطوله مختلفة بس لو عنده دياميتر ثابت ليه عشان كلهم بيتكون من نفس التلاتاش انت عارفين ده كتر الدايرة كترها ثابت تعم 24 نانو متر تعم هو كنت مسكي ما في كلمة لساني اقدر اطوله اول كلمة من لساني عشان افتكر ان هو الس اللي هو بالقطاع الطولي يعني بعكيها هرجعتين كلمة لساني اللام لسين بردو سلندر النون يه عشان كلمة اقدر اطوله اللي انا اقدر اغير ايه طوله بالترانز اللي هو القطاع العرضي بيبانع شكل ايه انبوبة هو الشكل ده ده القطاع العرضي النص بتاعها هو فاتح فاتح ليه لس دنس يعني اقل في اللون بتاعه او في الدرجة بتاعته علشانه فاضي من جوه مجوف تعم الكور ده اللي هو القلب بتاعها يعني ده الكور اللي يتكون من 13 بروتو فيلمنت من 12 ل 15 ده الرنج بتاعه بس العدد نفسه 13 في شكل صبيرش في شكل حلزوني بيكون من اللي بيكون من نوعين من يعني ايه يعني تيبين بروتين ده تيبين بروتين ده واحد كده ده شكل تيبين بروتين كده بيكون من جزئين جزء سمي الفا وجزء سمي بيتا ده كل الكلام وظيفته هو سيتوسكيلوت انجازه هي كليل الخلية اللي هو دور في التطور بتاعها اللي هو دور يحفز على شكلها ليه بيحفز على شكلها عشان الرجدة بتاعته صلبه بيكون ميتوتك تيبين ده اللي هي خلية المغزل بتاع المقسام الميوذي الميتوت اللي محتاجها عشان حركة الكرموسومات دي الكرموسومات هي محتاج خلية مغزل تشدها هو بيكون السنتريول والأكزونيما الأكزونيما دي يعني كسم السلية والفلاجل هتنعرفها بعد شوائي شوية الساعة السريع بيقول لك مايكروتوبين موجود في كل خلية محتاجة صلبة أكيد بيقول لك بنستخدم ايشها دي عشان نشوف الميكروتوبين لا اماتش بتبان بيها ده بتبان بي الميون فلورسنت الالكتروم ميكروسكوب بيبانها برانشد لا ده هي طويلة مش ننبرانشنج ميكروتوبيول بتكون من دايمار يونيتي يعني جزء ثنائي أو من تيوبولين نستعلم شوية من وظيفة الميكروتوبين بيكون حاجة اسمها السنتريول ماذا سنتريول ده؟ الجسم المركزي موجود عند القبض الخلية طب أنا أريد أن أعرفها عن الجسم المركزي أريد أن أعرف مكانه نفس الحدوط الجسم المركزي يكون من ميكروتوبيول كيف؟ الميكروتوبيول دايرة الواحدة كل مجموعة سلاسية يأخذ الرسم يأخذ عددها ترسص عشاكل سلاسية هذه اسمها مجموعة مجموعة سلاسية تسعة مجموعة سلاسية تسعة مجموعة سلاسية كل مجموعة تكون من 3 مايكروتوبيول بل محصلة عندي 27 تسعة في 23 في 27 طيب يسكب بس لا ده في عنده في النص سنترال هب سنترال هب ده موجود في النص طلع منه سبوكس سبوكس يعني اللي هي الحاجات التي طلع دي الأسلاج دي سبوكس دي متصلة بدي بالدايرة الأولانية هل الدوار المختلفة على بعضها؟ أو عندي الدايرة الأولانية هسميها ايه؟ الدايرة اللي في النص اسمها بيه الدايرة اللي على الحرف خاص ما سي هتفرق في ايه؟ الدايرة الأولانية وهي كاملة العدد كاملة العدد هي ايه؟ الدايرة دي عبارة عن ايه؟ عن مايكروتوبيول كاملة العدد يعني ти؟ يعني فيها 13 بروتوفيلم انت اللي إخنا قلنا عليه مش إحنا قلنا بتmışيت ت Truman 13 بروتوفيلم انت على شكلها سبيرل شكل حيزوني فالدايرة الايه؟ كاملة العدد البي مش كاملة السي مش كاملة طب ليه مش كاملة؟ عشان هم متشاركين يعني دي الايه؟ جاء بالتلتاشر بتوحج جاء البي راح تشايله اثنين من عندها و راح تلزقه في الايه راح تلزقه في الايه فتشاركت معها بتلاته فجات البي مش كاملة الس كذلك مش كاملة مش كاملين في العدد الاسبوكس بقى متصله من فيه ومتصله بالايه ومش بس كده ده 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 شكلك اه ده سنتريول اه اه ده بنشد يعني ده الاسبوكس بتاعته ودي البي متصله بيها ده اللينك بتاعها. والحادات ده كلها ايه اسبوكس طيب ايه و بي والسي ميتصنين ببعض مش بس كده هم متصلين كان باللينك هي مسك كل مجموعة بالتانية فالرابطة يعني موجودة فين بقى الاسسنترول دي دي موجودة في الخلايا المحتاجة تنقسم موجودة فيهن في الخلايا المحتاجة تنقسم هل كل الخلايا محتاجة تقسم؟ لا الماتيرول أربسيلزي يحتاج تقسم و الماتيرول أربسيلسي يحتاج تقسم الماتيرول أربسيلي هي برتيني غير المخلاف الأعصابي لا يحتاج تقسم العصاب عما لا يوجد زر من تجيرها الحالة و الى خلايا ليست محتاجه جسمي المركزي وحسن الخلية مع المnantsب이라هية من الخلية و من المناصب و من المناصب المترجم مختلفة شكلها تحت اللايت ميكروسكوب نشوفها مرة اما في Living Cells او خلامة ثابتة Fixed Cells Living Cells بشوفها بحاجة اسمها Face Contrast Microscope مش عاينا شرحه فمش هنقول علي حاجة Fixed Cells بيتبان بحاجة اسمها Iron Hemetoxicillin Stain السابقة دي دي اللي بتزبقها تحت LM ما فيش HND ما قلناش HND النهاردة غير فريبوسومات تمام HND ما قلناش غير فريبوسومات هنا بنزبقها بقي بال Iron Hemetoxicillin Stain طب بيتباني ازاي الوصف اللي وصفته هو عبارة عن جزئين Slendrical انبوبة متعمدين على بعض على فكرة بشكل بتاعهم دايبلوزوم يعني كلمة دايبلوزوم داي يعني سنائي زوم يعني جسمين هو بيقول لك يعني ان هم جسمين مش جسم واحد بريبنديكرا يعني متعمدين على بعض وعملين شكل حرفي تي هم موجودين في منطقة كده المنطقة دي اسمها سنتروزوم ألا ومحنا نتكلم عنه سنتريول السنتريول دا الجسم نحنا نشوف المنطقة من قليل عن سنتروم من المكان طب بتانك فيه لايه سنتريول جسم Of whatever السنتريول جسم اذا انتهت تتغير في ميكروسكوب موجودين رائع رائع ميكروسكوب ميكروسكوب يرى ادقه الحاجات يفرق ما بين الاثنين هل بحيث انهم المتعانين عليها في فرق ما بينهم؟ هم. الفرق ما بينهم. عرفناه بـ الائكروسكوب. قال لك ايه. في واحدة فيهم يعني بيرنت يعني كاملة النمو. واحدة فيهم ابنة دوتر. كبيرة. هي عبارة عن وصفها العيد. يعني انبوبة صغيرة بتكون من تسعة مجميع. تسعة من الماكرو تبيول. تسعة يعني يعني تسعة مجميع يعني بتكون من 3 حاجات. في النص في هنوبة في ستراند فيها تتكون من 3 مايكروتوبيول اللي هنسمعها بتاعتها بتبين شكل عجلة. بصوا. لما بص على من ناحية دي شبه العجلة شبه اطارة العربية. دي ناحية القربية مني. طلع منها اسلاك ورده شبه اطارة العربية وكده. طيب. العجلة العربية دي ناحيتها ناحية. ناحية القربية لدينا اطارة العربية. repositٹل اند. انت انهم ناحية القريبة. الانت، انها ناحية القريبة ونحية قريبة. الانت هي مقربة بنتها منها بمسافة منفصلة عن السنتريول بمسافة صغيرة هي صغيرة قال لك سنتريول يقصد السنتريول الشكل الأكتاجون في ملحوظة سنتريول في إلف سنتريول بمسافة سنتريول أدري سنتريول حاجة السنتريول أي حاجة التطبق غير ملمان قاما شخصة اسمه مميز اسمه مميز اسمه مميز اسمه مميز مميز يعني السنتريول سنتريول الخيوط ميكروبول هذا يجد الاستقلات الانطلاع التنظيم الميكروبول الميكروبول التلقية استخدامنا الاستقلات عجلة وعجلة وزفتها الخيوط الميكروبول الميكروبول خلالتي لحتناقسم تنظم بل توقف grade انه السليا بعض الميكرو توبول مانسة سليا فاختبط ميكرو توبول ولكن ان الميكرو توبول كيف يتحدث السليا 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 الشعر يسيطي سليا قد يتحرك بوبول كده وبيتحرق مطايل بيتكون الاغرس طيب على فكرة السلية كمان متغطية بحاجة اسمها يعني السلية خرجها ببرا الخالية وخرج منها عايز عارف السلية بتاعها والل ام والام موجودة فين بقى السلية بتاعها موجودة في سلية حملها الاواصلية بسلية بالل ام بتبني ازاي؟ هي قصيرة شبه الشعر كل سلية لها دبل استيند بيزل بادي لها بيزل بادي اصلا بيبالون وغايمة لها شكل سلية تحت الالكتر ميارسكوب سلية بتتكون ازاي من السنتريول بص انا عايز اجيب لكم السنتريول هنا امسها الصفحة دي السنتريول بتتكون ازاي؟ تسع مجامية السنتريول زي ما احنا قلنا بتكون من تسع مجامية ازاي بقى تسع مجامية ادي مجموعة واحد اتنين تلاتة تسع مجامية من الشكل ده ده ماكروتوبيول تسع دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وفي واحد تاسح تمام؟ هجب مجموعة منهم واحدة واقول لكم ازاي بتتكون السلية كل مجموعة في السلية اهي ادي مجموعة ثالثة اللي بيحصل مجموعة واحدة بس كولوم بيتكونوا بنفس الطريقة اللي بيحصل يا سيدي ده نسميه سنتريول تمام؟ لقسم ثاني نسميه البيزة الباضي اللي هو الديبلستينت المهم يعني بيكون بقى زي بيقول لك يا سيدي كل ماكروتوبيول تكون بوظيفة ده البيزة الباضي ده الاساس ده السنتريول موجود عند قريب مآة الا widow من خليه شد البضي شد البدر هيروح شادت ده كمان معي اللي جنبها كمان طريعتل فوق انا وهو ، ما سح%. تسمنا رسمها تحضر اهو ده السن من برين ما هو ده part 2 ما نسميه . ده الارفا والبيتا طرعوا الطرعوا الفوق طرعوا جهانوا جس السيلية. ده الجسم اللي هيطلقوا ده الحاجة اللي طالع برا الخلية طب الى تحدي ده السودا دي السودا دي رح تنزل تحت وعملت لها جزر عشان تثبتها جوه الخلية. ده بالضبط للتركيب السرياني. بصوا ايه السورية. ده البيزو الباضي ده اللي هو عبارة عن ايه عن التسع مجميع. تعم? وده دلو اللي طلعوا فوق. ده سيمين بلين طلع معهم وغطوهم او. بس ان احنا شايفين دول مش تلاتة هم ده كتير يطلعين. ده انتم شايفينه طلعين ده. ده مش الماكروتوبيلال واحدة. ده mix 2 مجميع. دول دول El 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 نحن 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 ن طيب ال9 اللي تلعضو الهنه كان هناك كان فيه central hub طلع من الروس بوكس هنا هنحط central hub برضو جزئين ايه لا هنحط مايكرو تبيولتان هي سيلية تموت في المايكرو تبيول في النص هنحط ثانية واحدة في النص هنا في النص هنا الاثنين دول 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 اتنين مايكرو تبيول بس مش مرتبطين ببعض هيفرق معي في ايه هيفرق معي ان اللي في الاثنين في النص دول عددهم كامل كل واحدة فيهم 13 السيلة meeting ستت notch السيلة تأتي لكن اليول love س powdered أحد مش إنتجي السيلة كي تربط ما بينهم وعشان يرتبطون ببعض في الحركة هنسميها ضاينين قرمو هنسميهم حالك كتير هنعرفهم في مكانهم دلوقتي بصوا الصورة اللي على الشمال دي دي سنتريول كامل هو سلاسي على طوله كله يعني لو خدت قطاع عرضي في اي حتة هلاقيه كده بالشكل ده انما شايفين الصورة دي الصورة السليا من تحت لو خدت قطاع عرضي عند البيزل بضي هتلاع لي السلاسي شايفين 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 الصورة سنتريول سلاسية لو خدت القطاع العرضي فوقها هي حتث تحت الاس instructor عنده عند البيزل بضي هاتته تحت الاجواهن وده هو الطريق الترك سيجأ تبعها عليها أنا هم دور الصورة procrasti phase wave اه single بس مرتبطين بcrit انهم مش تزقين في بعض هنقشه ويبقون مرتبطين هما single في نص فيه بريتجي ما بينه. بريتجي كده. تعم? آآ وديت بصوا الحاجات الرصاص هي دي بوكس برضو خرج عشان تربطهم ماسكة بالاي وفي حاجات ماسكة بالبي عشان ما ينفصلش عن بعض. تعالوا نشوف بقى الكلام ده. دي سيليا هي قبل ما يتجي فيها الروابط بتاعتها ودي سيليا كمنا. دي سيليا ماتيور ومطايل. دي سيليا مش ماتيور بريمير يعني بدائية. وكمان البداية دي مش هتتحرك. الحاجات دي دينين قرمز ديت. اللي هي الحاجات اللي طالعة من الاي واللينكات دي دي مهمة عشان حركة السيليا. لو القرمز دي مش موجودة السيليا مش هتتحرك. ودي مهمة معنا. ده برضو شكل السيليا. ده الروت اهو. الروت اوحادي عشان ما يتلوش سورة تجبه لكم. ده شكل اهو. متسبة تحت. دي الاجزونيما. كمة اجزونيما يعني جسم. يعني بادي يعني الجزء اللي خرج برة الخلية من السيليا. تمام? اللي هو السيليا. اجزونيما. اهو. كل سيليا بتكاو من بيزا البادي. اه البيزا بادي اسمه تاني اسمه كيانيت الصوم. هم بتعرف الاسمين. بيزا بادي او كيانيت قيانيت الصوم. ده عبارة عن سينتوريول طبيعي هاجر لسطح الخلية. علشان اه اه هاجر لسطحها عشان لما تيجي تطلع الجسم بتاعها. ما ما يكونش من جوه لا يكون على الحرف. فاهمين? الشفت ده اللي هو الاكزونيما نشعبها شوية. الروت اللي يدود ده بيمتد من الديب ازبك بتاع البيزا بادي يعني القرج من الديب بتاع البيزا بادي. اه ده خلل السيليا تبازمه عشان يثبت السلية. في حاجة اسمها البيزا فوت دي او مرة نقولها. دي عبارة عن حاجات دي يعني مخططة كده. موجودة بالجانب البيزا بادي. موجودة بالجانب البيزا بادي. اه دي عبارة عن الركو Tabuli Organing Center Eliaslin center اكيل ما دي هناك لما جدنا نشرح سانتريول قلنا في حاجة اسمها بيريسينترل بوضس دي المنظمات لخروج الركو tabuli بس هنا لما جدا شرح من السية ما قلناش عليها. عشان الي مش surge ان ما هناك دي مع مع السستر ال복 هذه وانما هنا جبنا منظم جديد للسيليا جبناها منظم خاص بيها. اسمه البيزا الفوت شبه البيزا الفوت شبه البيزا الفوت شبه البيزا الاتنين بينظام خلوج الفكرة بشكلها اني. يشرفت عبارة عن في النص الاول اثنين single 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 ثم موجودين في النص شكلهم دائري مرتبطين بعد عن طريق او محاطة بشيس من الشيس ده بيتلايز بوكس عشان تربطها بالمجامية اللي مهمة علشان حركة حركة السلية عموما يعني او حركة يتيبيول سكنناه في خمسة C C الاول انه هي Singlet انه نفسك انه هي Singlet C تاني center circular بريج دي معناه بالعربي كوبري فكوبري دي عبره كي ممكن نقولها انه هي C فيها سلمديركالشيس فيها سبوكس سي برضه الفكرة في النوت اي يعني طيب التسعة اللي على الحرف اللي هم دبلت اهو قد تقول لكم دبلت هم circular يعني دائريين مرصوصين على الحراف على البريفري يتكونوا من طول صبيونة A و B بس مش مسبوين في الحاكم و احنا عارفين السبب هنكرم يا بينهم الصبيونة A موجودة قريبا من السليام السليام اكزينس يعني محور السليا اللي هو في النص ال A قريبا منه و هي صغيرة في الحاجم هدتوا بالكم مع انها كاملة العدد هي صغيرة بس كاملة العدد هي دايرة كاملة تكون من 13 بورتوفيلمنت ال B بعيدة عن هي البعيدة و كبيرة في الحاجم على الرغم ان هي شكلها مش دايرة كاملة شكلها حرفي سي بس بتكون من 11 اقول تقيل عشرة اهم 11 بورتوفيلمنت تمام؟ في بعد كده انتر دبوت لينكست دي يعني موجودة يعني يعني مسافها سبتة المسافها بينهم سبتة كمام؟ بسو уб ده صبيونة اي ده صبيونة اي وصبيونة بي ده الكبيرة لزق بها صبيونة اللي مش كانت العزة هي سي الدبلت موجودة ما بينهم مسكة اللي تنزل في بعض. دي غير الاسبوكس. احنا عندها انتر دابلت لينكس غير الاسبوكس. اه زي ميد اوف الاستيك سابستانس الدابلت دي بتتكون من حاجة اسمها نيكسين. نفتكارها ان هي بتربط بين حاجة والنيكست بتاعتها حاجة واللي جنبها نيكست. فواسمه نيكسين. موظفتها هي دي ووظيف السيلي عموما دي سيلي بتتحرك. لما بتتحرك بتحرك الفليود اللي على سطحها. بتحركه في اتجاه واحد لها يعني ايه اتجاه واحد ضربة واحدة ضربة منظمة. يعني لأ منظمة معروفة العدد معروفة الاتجاه وكده. اه في اتجاه واحد وان ديريكشن. السيلي في بعض الاماكن اتعدلت. حاصل فيها شوية اتعدلات يعني ايه. يعني ما بقاش وظيفتها انها تتحرك بس لأ. اه حطوا فيها حاجة يعني ربنا خلقها ان اعدالها ان هي تقدر تستقبل مستقبلات. ايه المستقبلات دي? خليها تحس بمعنى تاني. تحس يعني ايه? يعني لو شمت حاجة تحس تتحرك. شفت حاجة تتحرك. ايه زي ده? قصد بيقولك العين فيها سيليا. العين فيها سيليا. فالسيليا ديت. اه العين قصدي الاستيميولوي بتاعها المؤثر بتاعها هو الضوء. فالليت. يروح كاستيميولوي للسيليا. طيب بس كده لأ والنوز من اخيرك. فيها بتشم. محتاجة تحس. ففيها سيليا. السيليا دي هي اللي بتحس بالروائح اللي هي القول الرائحة. طيب الخلايا بتاعيتهم باسمها ايه? الخلايا اللي فيها سيليا في قلب العين اسمها روتس انتي كونز. طعم؟ ادي خلايا في العين. الخلايا اللي بتشم فقلب النوز الاصيليا بتاعها اسمه الفاكتور ابسيليا. اهمه قول الفاكتور ابيسيليا ده موجود في النوز اللي هو في الام. كده إخلاصن السيليا نقصناها موضوع واحد. اه nós قاوم بحقي الي قبلها. فاكرين دينين ارمي اللي كنت بقول لي وشوريلكوا السيليا خاطر حفظة للوقف سيليا وتتحرك المرض المصدرون السيليا الخاطر حفظها Theater برونكيكتيزز يعني تراكم برضه السوائل او المخاطي يعني جو البرونكاس اللي هي في الرقة تمام ديكستيرويكارديا يعني ايه يعني بيقولك قلبه قلبهنا كلنا في الشمال هو قلبه ويبقى في اليمين مولود كده مولود ان قلبه حاجته متبدلة يعني المعدة و القلب كانوا في الشمال لأ عنده هو في اليمين الليفير اللي هو الكابد في اليمين عنده في الشمال هيحصل له سيطاس انفيرس Reverend91 بت entre os يعني سيطاس يعني مكان مافي جزء المحرك التاليز يعني كل حاجة في مكانها المعاكس بالشخص ده يبقى عنده ميل انفرتيليتي يعني يبقى عقيم علشان لا يعرف السيليت مهمة عشان حركة الزبير من الحياة الملانوية فهو مش هيبقى عنده حاجة تحركها وكمان الزبير من نفسه يتكون من فلاجيلة وفلاجيلة دي لو سيليا متحركتش الفلاجيلة مش هتحرك فالزبيرمند بتاعه بتموت برضه مش بقضي مش بتحرك فعشان كده هيبقى عقيم ميل انفرتيليتي نعم الثالث هي عبرها عن سيليا لكن اعدادها واحد يعني احنا شفتو اي خلية منها سيليا كتير انما الخلية اللي بيبقى تبقى في الجلا واحدة بس ولو السيليا مش بتتحرك فالفلاجلا مش بتتحرك فالانسان ده ايه؟ هي الفلجلى زي ما قلت سيليا بالزبط هيا سيليا بس عدادها واحد مش كتير واطول منها عشان احنا قلنا السلية قصيرة والموجودة الوحدها وهي شبه التيل بتاع الاسبرماتو زوها تمام نهو التيل بتاع الاسبرم يعني علشان كده قلنا الناس اللي معنهم مش بتتحرك معنهم مش في لاجلة بتتحرك بصوا هي بتمشي بالحركة دي ده وصف الحركة يعني ان هي شبه الامواج ده وصف الحركة بتاعتها على شكل الامواج تمام طب حركة السلية حركة سلية اكينا واحد بيقوم شايفين حركة بتاعتها اكينا واحد المديل امواج تمام كده خلصنا سلية وفي لاجلة احنا غالبا هتاقل مننا لمحاضرة ساعة بس والله عشان دي محاضرتين دي مراجعة محاضرتين استيل فيلمنت بقى استيل فيلمنت فاكرينها دي حاجة تبع السايد سكينة ونجازة هيكلفة تاع الخلايا موجودة في كل الخلايا شبه المايو فيلمنت خلايا العضلات المصر السلزي محتاجة فيلمنت محتاج خيوط فنسميها مايو فيلمنت الخلايا العصائية محتاجها فيلمنت اللي هي اسمها نيرفوسيل سنسميها نيورو فيلمنت الابيسيليم نفسه محتاج فيلمنت فنسميه تومنو فيلمنت تمام كل حاجة باسمها الشكلات تحت المالات الميكروسكوب بنسبوها برضو فيلمنت خيط بنسبوها بالامون فلورسنت او السيلفر او البتر دي موجودة في الدات الجديدة نعم قد السيلفر او البتر او مش عالف البتر دي تجميل كلمة ولا ايه لأ سورية هي بتسوق بالسيلفر تجميل كلمة انا ضغبطت هي تجميل كلمة انا اسفها اه هي بتسوق بالسيلفر او منو فلرسنت ام اه الام هي بتبقى شكلات اه يعني خيط اه بتكوان هي عبارة عامل شبكة شبكة مالية الخالية عشان تحفظها عشكلها اه موجودة في شكل شبكة نتورك او في شكل حزم. حزم يعني باندلز. مرسوطة جام بعدها يعني كزا جام بعد في عاملين حزمة. ايه اما دي باندلز حزم هي شايفين حزمة بعضها حزمة بعضها. دي شيط اهي. شيط يعني ورقة او كده اللي هم مرسوطين بشكل عشوائي مسلا. اه بتقسمها عن حسب كترها لتات حاجات حاجات سيك سميكة حاجات انترميدل في نص حاجات رفيعة. الرفيعة الديامتر بتاعها من ستة لتمانية نانوميتر. اه هي دة مثال ليها مهم تعرف انهي فيهم سن واني فيهم ماسك اا الامامثالة دي من امثالة عليها علاجت في العضلات. يبقى زي و زي الانترميدل الخلاقة الهاي الموجودة في الأعصار. او الجلاية الفيلمت الاسلسل بتاعت. طب من عشر و خمستوشر منانو شبه الميوسين فيلمنت الموجودة في العضلات العضلات فيها نوعية من الخلايا الاكتين ومايوسيني الاكتين ده ثن والمايوسين ده ثيك واصفة السيل فيلمنت بتتكون سايت سكيرت انه هو الجهاز الهايكلي مسؤولة عن بتحرك المايكروفيل الحمد لله مش عليكم بس دي حاجة يعني اللي حتاك تتحرك برضه اللي هو تغلط الدم اللي هو لوحد الجرح مش بيتكون قشرة اللي هو بلاك قشرة دي دي القشرة بتكون عليها بتاع السيلزة في السيل ديفجن اللي هو بتاع الخلايا الخلايا اللي بتيجي تنقسم مش في الاخر بتكون خلايتين كده هي نفسها عن بعض هي مسؤولة بقى عن انفصل موبيلتي بتاعت السلميبرين حركة السلميبرين وحركة الماكروفاك الماكروفاك دي خلايا اللي هي الخلايا الاكلة بتحتاج تتحرك يعني فورفاك وصيتوزز اندي بينو سايتوزز اللي هو السلميبرين كده عايز يدخل جوا حاجة دي وظيفة السلميبرين نجدها رجعت على كل سل روجانويد رجعنا ريبصوم رجعنا مايكروتوبيول رجعنا السنتريور رجعنا السلية الفلاجلة ورجعنا السلفين فيه كلمة ننسيت اقولها في الريبصوم ننسيت اقول لك تعريف الريبصوم الريبصوم هو عبارة عن ديناميك استركشور فليكسابول كلمة ديناميك يعني حيوي يعني له عمر افتراضي وبيموت وبيجي حاجة ما كانه كلمة ديناميك تعم وفليكسابول دي يصفه له ده كان موجود في التعريف بتاعه يعني بس انا قد تنسي ده اكتبه بس كده ده أنا كده خلاص كل السل روجانويد هبدأ بحاجة اسمه يعني اسمه الانكولوجيا يعني اسمه الانكولوجيا يعني اسمه الانكولوجيا يعني حاجات قرحية بالخلية اللي هو إيه البروتين الدهون الصبغاط كده بنقسمها لتعالي حاجات نيوتريتف سبستانس يعني مواد غزائية او بيجمنت اللي هو السبغاط او كريستالويد حاجة موجودة كل خلية النيوتريتف هو بروتين بروتين ده ممكن يجي بشكل فري يعني زي الانسلين او شكل باوند يعني مرتبط بحاجة تانية شبه الليبت ممكن البروتين يتصب بالليبت عن سميه لعبو بروتين عندنا حاجة اسمه جليكوجين اللي هو النشار حيواني ده موجود اما في المسل سيلز خلايا العضلات او في خلايا الليفر شكله تحت إليكترون اللي مكروسكوب بيبان بيستبغ بسابغة الجليكوجين مش بيستبغ بالإشع دقي بيستبغتين معينين حاجة اسمها بيستصقرع مين فهتلونوا باللون لحمة او حاجة اسمها باس اللي هو بريدك أسيت شي ف هلتطبغه باللون برفسيجي اللي هو بالبيربل بالإليكترون ده جليكوجين هيبان عندنا من النوعين نوع اسمه الفا جرنيولز نوع اسمه الالفا جرانيولز دي اللي موجودة في الليفر البيتا اللي موجودة في العضلات الالفا جرانيولز بتبنى على هيئة وردة وردة من اللون الغامي يعني الاخترون الدينس وردة انما البيتا لا ده هي موجودة الرجل بشكل عشوائي وسينجل كده نقب كده بشكل عشوائي الدون بقى الدون دي موجودة في معظم الخلايا باسبوغها بالقلم بسبشالستين يعني بتسبق بسبغات معينة زي القسميك أسد السودان سيريو السودان بلاك هبان سمور رامد كترات زغيرة يعني او لارجو كليبيلر بالالكترون مكروسكوب هي نام من بريناس دروبلت الكلمة دي مهمة يعني هي نقب بس ما لاتش غلايف مهمة مهمة نام من بريناس دروبلت طب مهمة ليه عشان للأسف هي بتبني انها لها غلايف بس الغلاف ده مش بتاعها تعم؟ الغلاف ده مش بتاعها ده عبارة عن السلفينة من تجاه تحوطها انما الغلاف ده مش بتاعها هي اصلا نام من بريناس تعم؟ ممكن تبين دينس دينس كورس رامد باي ألس دينس ريم اهو ده ده دينس ريم ده اللي هي كي غلافة تعم؟ اهو ده جليكوجين بالبس كارمين وده جليكوجين بالالفا جليكوجين الموجودة في الليفر هي شبه وردة هي هي والله وردة انما لو جيبت بتاع المصر هتلاقيها نقط تعم؟ دي اللي بتدروبلت ايه تحس ان في خط ساميك حواليها بس دوت مش غلاف ده هو السلفينة من تماعدي حواليها هي نام من بريناس ت 가능 موجودة في الخلايا ممكن ناسمها لي صبعات خارجية وسبعات داخلية يعني صبعات داخلية يعني الصابقة جايبت جوعه جسمي صبعات الخارجية يعني الصابقة جايبها من بره جسمي الصبعات الداخلية اللي بيدينيا لون الجسم ده موجود في إبير مس cells . دي خلايا السكن موجودة في النيرفوسيلز في السبستانشانيجرا ده مكان موجود في الميت بيرين اللي هو المخ بيتقسم لبيرين نفسه وفي جزء المخ بيرين ستم البرين ستم بيكون من ميت بيرين ده حاجة يعني بتركيب المخ يعني فيها مكان اسمه سبستانشانيجرا دي محتاجة الصباح وموجودة برضه في العين العين بتاعتنا ملونة فين في العين في الريتنا احنا قلنا الروسي وقونز كان فيه مستميولاي فاكرينهم فاكرينهم احنا جبنا السرية العين مرتين مرة ساعة السيليا لما قلنا الروسي وقونز فيها سيليا ومتعدلة ومرة هنا لما قلنا الريتنا فيها صباحة بتباين بالالم لكنها حبيباية جرانيوز لونها براونيش بلاك بالالكترون ميكروسكوب بتباين حاجة اسمها سمول شابت بتكون من نوعين من الجرانيوز نوع لايت نوع فاتح ونوع غامق النوع لايت بيكون من مادة اسمها كريستالين لاتيكا ستركشور افتر اوزينيز انزيم والله هزبشي البتر من في الشكل بتاعها انما الدرق الجرانيوز بتبقى دينس ديفيوز واللاتيكا بتاعتها بتبقى غامق في مصطلح اسمه ميلانوزومز ميلانوزومز دي يعني ايه ميلانوصيد ولها غلاف يعني ميلانوصيد ميلانوصيد التقفد يا صاحب ميلانوصيد تكصر اكذل في الصبغات في الفاجوسيتك وصعب تطبق حاجات تانية تمام يعني بيلو روبين بيلفردين هيموسيلرين دي التلاتة هيموجلوبين يعني متشاقات هيموجلوبين في حاجة اسمها لايبوفوسكن دي ما موجودة فيه النيرفاساس خلايا العصاب وفي الهارت وفي الستوريت سكراتينج سيز الخلايا اللي بتطلع هرومونات استورودية اللايبوفوسكن دي سابقة تبع الليبت يعني لونها أصفر عليه موجودة فيه الخلايا اللي بتفرض هرومونات أصلها دهني كده خلصت سابقات اللي جوى الجسم فيه سابقات من برا الجسم شبهة دست اللي هو معدمات الكربون يعني أو الحاجات اللي من شمال الملوسات يعني هتدخل جوى جسمي وهتصبغ الرئة بتاعتم الرئة هي اللي بتتنفس هو اللي بتخلها الهواء الهواء ده اللي فيه الكربون فعشان كده بتخلي الرئة سودة فيه الناس اللي بتعمل تاتو التاتو دوت اللي بتصبغ اللون اللي هي عايزة هي بتبقى مادة أورجانية غيره عضوية يعني بيدخلها جوه جسمي عن طريق حقن يعني او نيدلز لما بدخل الحقنة الفاجوستيك دي انا قلت من شوية ان الفاجوستيك كلها تنهي القرط الدم الحمرة وخدت السابقة بتاعتها عالجلدي بتاعي فيه فاجوستيك سابتة مش بتتحرك فلما باجي بيعملوا التاتو بيحقنوا الفاجوستيك دي عشانها سابتة يحقنوها بالمادة فتتلون بلون التاتو بشكل بتاعت التاتو فيه سابقة تانية اسمع ليبكروم ليبكروم غير ليبفسكين دي جاي من الكاروتينز اللي هو حاجه القضر يعني نون القضر بتتخزم فيه الفاسلز بتتخزم فيه خلال الدهون فيه بعد كان معدن فيه ناس بتستمم بالمعادن الناس اللي بتستمم بالمعادن بتستبق بالانب Year الشابه الناس بتستمم بالسلفر الفضة او بالليد اللي هو ايه الرصاص اكثر ما كان بيبان فيه السابقة لما يحصل سapping بالمعادن هو الجمز اللي هي ايه اللسل فيه الاخر حاجه بق習 كريستينلويد الكريستالويد دي حاجات له هو جوه القلية ما يعرفوش اهميتها لحد الوقتي بس اللي هو موجودة جوة الخلية فهو وصفوها عندنا خليتين فيهم كريستالويد خلية اسمها سيرتولي سيلز وخلية اسمها الخليتين دول موجودين في التستس في الميل بس مش موجودين في الفيميل عشان ما حد يتساندوا مش عارفين مسلا ان سيرتولي سيلز وليدين سيلز موجودة في التستس عشان تستو مش عارفين مصطلحات دي يعني موجودين في الميل سيرتولي سيلز فيها الكريستالويد اللي في اسمها شاركوة بوتشر إنما اللي في اسمها رينكي دي أسئلة على كلها أنا كده خلصت أتمنى يكون يعني أنا طولت الأسوة بس دول محاضرتيين دي محاضرتيين يعني وخدت كل محاضرة واحدها 25 دقيقة أتمنى يكونوا استفدتوا يعني وميكونش في أي حاجة في ذلك هاختب بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أمنوا وعملوا الصلاحات وفقكم الله هنا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته